السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس في الجزء الثالث والأخير من درس الصوم ركنه، شروطه، مطلاته قبل أن نبدأ لنتذكر معا ماذا تعلمنا بالحصص السابقة لنسأل راشد تعلمنا ركن الصوم يا معلمتي أحسنت يا راشد وأيضا ماذا تعلمنا تعلمنا شروط الصوم وهي سبعة شروط ممتاز يا راشد للصوم سبعة شروط وهي الإسلام العقل النية البلوغ الإقامة القدرة على الصوم طهارة المرأة من الحيض والنفس وأيضا يا راشد ماذا تعلمنا تعلمنا حكم النية في الصيام الفريضة وصيام التطوع ممتاز يا راشد بارك الله فيك واليوم أعزاء الطلاب ماذا سوف نتعلم ما هي أهداف هذه الحصة يتوقع من الطانب في نهاية هذه الحصة أن يكون قادرا على أن يذكر مبطلات الصوم ذكرا صحيحا يعدد من يرخص لهم الفطر في رمضان لنفتح الكتاب معا صفحة 128 لمعرفة مبطلات الصوم يبطل الصوم يا أبنائي إذا فعل الصائم أحد هذه الأمور أولا الأكل أو الشرب متعمدا فمن أكل أو شرب متعمدا أن يعلم بأنه صائم ومع ذلك أكل أو شرب وهو قاسد فقد بطل صومه وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ويقضي ذلك اليوم لأنه متعمد أما من نسي فأكل أو شرب وهو صائم أي نسى بأنه صائم فصومه صحيح ولا إثم عليه ولا قضاء عليه والدليل على ذلك يا أبنائي قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ثانيا التقيق عمدا كأن يدخل يد في حلقه حتى يخرج القي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ما معنى ما معنى ذرعه في الحديث الشريف أي خرج بغير اختياره ومعنى ذلك يا أبنائي من غلبه القي سيامه صحيح ولا قضاء عليه وما معنى ومن استقاء في الحديث الشريف أي تسبب لخروجه قصدا ومعنى ذلك يا أبنائي من تقيأ عمدا فقد بطل صومه وعليه القضاء ثالثا الحير والنفاس فإذا كانت المرأة صائمة وأصابها الحير أو النفاس فقد بطل صومها وعليها القضاء بعد انتهاء شهر رمضان إذن طلاب الأعزاء مبطلات الصوم ثلاثة الأكل أو الشرب متعمدا التقيأ عمدا الحير والنفاس أبناء الطلاب ما رأيكم أن نلعب معا لعبة اكتشف الخطأ بالمثال التالي أكل أحمد في نهار رمضان متعمدا وأكمل صيامه ما الخطأ لنفكر انتهى الوقت بارك الله فيكم الخطأ هو أكمل صيامة لأن صيامه قد بطل وعلي أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب ويقضي ذلك اليوم لأنه أكل متعمدا لنتأكد الآن من تحقيقنا لهذا الهدف لنفتح الكتاب معا صفحة 132 لنجيب على السؤال الرابع ما رأيك يا راشد أن تقرأ السؤال لهم؟ من مبطلات الصوم الأكل ناسيا نسيان الصحور النوم العميق الأكل عمدا ما هي الإجابة الصحيحة؟ سوف أقوم بإعطائكم عشر ثواني للتفكير انتهى الوقت الإجابة الصحيحة هي الأكل عمدا ننتقل الآن إلى هدف جديد وهو أن يعدد من يرخص لهم الفطر في رمضان تعدادا سليما من الذين أباح الله لهم الفطر في رمضان لعذر يمنعهم من الصيام نتعلم ذلك الآن يباح الفطر في رمضان يا أبنائي لمن كان لهم عذر يمنعهم من الصيام ومن هم؟ أولا اللعاجة عن الصوم لكبر في السن أو لمرض دائم ما الواجب عليه؟ الطعام مسكين عن كل يوم يفضر فيه ثانيا العاجز عن الصوم لمرض مؤقت الذي يرجى شفاءه منه بإذن الله تعالى ما الواجب عليه؟ القضاء بعد رمضان ثالثا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على الجنين والرضيع بسبب الصيام ما الواجب عليهما؟ القضاء بعد رمضان رابعا المسافر الذي يسافر بالسيارة أو يسافر بالطائرة ما الواجب عليه؟ القضاء بعد رمضان إذن يا أبنائي أباح الله الفطر في رمضان للمريض مرض دائم وللمريض مرض مؤقت والكبير في السن والحامل والمرضع والمسافر ويجيب على هذا النشاط معا ما الحكم الشرعي؟ فيما يلي عجز خالد عن الصيام لمرض دائم ماذا يفعل؟ أحسنتم يفطر وعليه إطعام مسكين عن كل يوم خافت امرأة حامل على نفسها فأفطرت يجوز وعليه القضاء بعد رمضان عجز فهد عن الصيام يخضوعه لعملية جراحية بقدمه ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم يفطر وعليه القضاء بعد رمضان لنفتح الكتاب معا صفحة مائة واثنين وثلاثين لنجيب على السؤال الرابع ما رأيك يا راشد؟ أن تقرأ السؤال لهم العاجز عن الصوم لمرض مآقت لا يترس له الأفطار يفطر ويطع مسكينا عن كل يوم يفطر ويقضع حين يستطيع الصيام يفطر ولا شيء عليه ما هي الإجابة الصحيحة؟ لنفكر انتهى الوقت ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم يفطر ويقضي حين يستطيع الصيام ندينا اتصال من الطالب راشد لمعرفة سؤال الواجب الأخير لهذا الدرس لنجيب على هذا الاتصال العاجز عن الصوم لمرض دائم هل لا يترس له الأفطار؟ يفطر ويقضي مسكينا عن كل يوم؟ يفطر ويقضي حين يستطيع الصيام؟ يفطر ولا شيء عليه؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ أذكركم أبناء الأعزاء في حل السؤال الواجب على برنامج مايكروسوفت تيمز استوداتكم والله وتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الدرس وأشكركم على حسن الاستماع